مدينة انجامينة تشهد هذه الأيام خطول أمطار قديرة حيث تضرر بعض من سكان أهياء الدائرة السابعة وبالتحديد سكان هيام كونجارة المربع الثاني من هذه الأمطار والتي عدت إلى توقف عن شدة سكان هذا المربع بسبب المياه الراكدة داخل الهي ومن عجل إيجاد الهلول المناسبة قامت أمدة مدينة انجامينة باكري فاتمي زهر دقا برفقة بعض من معاونيها بزيارة تفقدية إلى هذا الهي بهدف التعرف عن قرب على الصعوبات والأسباب التي عدت إلى ركود المياه بهذه الطريقة قلت الهاصل دي يعني قراجي سواي عشاري كله كي اوكيبي بيوة طايرة ثاني آخر نادي مبنى في باكاندا درب الألمي أول كي يفوت فوق هذا بنا وباكاندا ما واجب باكاندا أنت إنساني واحد بس تجي تبني باكاندا تصدى كاناليزازيون وعضافت العمدة بأن البلدية ستجد هلول عاجلة تجاه هذه المشكلة والتي وضعتها في سميم أولوياتها عزاوة بعد الاستماع إلى سكان الهي فقد اتخذت العمدة تدابير وقرارات صارمة بضرورة شق القنوات وكذا حدم المنزل الذي بني بطريقة أشوائية وأدى إلى تراكم المياه وأيضا أمرت العمدة بتحويل إهداء رشد تصليع السيارات من هذا المكان والتي تعد هي الأخرى من الأسباب التي عدت إلى عدم تصريف مياه الخريف من هذا المكان